نعم سينار هذه الانتخابات التي طلقت منذ ساعات الصباح الباكر انتخابات المجالس المحافظات والبلدية نسبة الإقبال كنا قد تحدثنا في الصباح الباكر في أول ساعتين كان هناك إقبال جيد وهذا مرتبط ببعض الموظفين الذين لم تشملهم العطلة الرسمية من الغطاء الخاص ونسبة المشاركة في العاصم عمان ربما هناك أمر مخيب للأمال إلى الآن من خلال النسبة التي سجلت في العاصمة الأردنية عمان من نسبة الناخبين ولكن انتحدثنا عن نسبة أعلى من المشاركة هناك نسبة المشاركة مرضية جدا من خلال المحافظات وهي التي تعتمد على البلديات وعلى الخدمات بشكل كبير جدا خارج العاصمة عمان ربما هذا الأمر قد تسبب في عملية من عدم الرضا من أجهات القائمة على الانتخابات بسبب نسبة الإقبال التي ربما شارفت على أربعة بالمئة من خلال ما يقارب مئتين ألف ناخب خلال هذه الساعات الآن الساعة في الأردن الثاني عشر منتصف النهار ولكن نسبة الإقبال لم تسجل بشكل كبير جدا ربما الإقبال يكون في ساعات قادمة ما بعد الساعة الرابعة أو الساعة الثالثة والنصف حتى ينتهي بعض موظفين القطاع الخاص من الإقبال وموظفين القطاع العام نتحدث عن نسبة الإقبال بشكل كامل في المملكة شارفت على الأربعة بالمئة وهذه كما ذكرت قبل قليل هي نسبة متدنية وربما غير مرضية نحن الآن في إحدى قاعات عمليات الاقتراع وهذه بعض اللجان العاملة على عملية الانتخاب وعملية الاقتراع والتي تساعد الناخبين على تسهيل أمورهم في عملية الانتخاب من خلال التأكيد على من قام بالانتخاب بوضع إحدى أصابع اليد وهو إصبع الإبهام في الحبر السري الذي يؤكد عملية قيامك بالعملية الانتخابية والاقتراع وهذا الأمر ربما تحاول الجهات المسؤولة الأردنية كهيئة مستقلة للانتخاب لعملية المحافظة على نزاهة وأمانة الانتخابات وعلى عملية الاقتراع حتى لا يتأثر أي شيء في صعيد متصل ونبقى بأجواء المخالفات الانتخابات هناك السلطات الأردنية والأمنية تم ضبط شخصين قاما بتصوير أوراق الاقتراع لحساب المرشحين وهذا يعتبر مال أسود ويعتبر من عمليات الضغط على الناخبين لاختيار المرشحين بشكل عام هناك بعض الخروقات كما ذكرت قبل قليل ولكن لا تمس بالعملية الانتخابية ولا تؤثر على سير العملية الانتخابية سينار اشتركوا في القناة